كما تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل كنيكو للغاز في محافظة دير الزور شرقي سوريا إلى هجوم صاروخي وذكر تقارير سورية أن حريقا اندلع في القاعد عاقب الهجوم بحسب مقاطع مصورة متداولة كما حلقت مسيرات أمريكية بشكل مكثف في محيط القاعدة مسؤول أمريكي قال لرويترس أن المقذفات التي أطلقت باتجاه قاعدة كنيكو لم تصبها كما أن الهجوم قد فشل ترجمة نانسي قنع